لنا من ديننا خلقوا وفي أخلاقنا نثقوا فبالأخلاق كم قوم رقوا للمجد وانطلقوا سنحكي عن أكارمين فأين الحبر والورق سقوا زهرا فلما مات جالجي لنلعبقوا فكانوا قاد وفوا عهدا وكانوا إن حكوا صدقوا فكيف تظن في قوم لتقوى الله قد خلقوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير عش ألف عام للوفاء وقل ما ساد امرء إلا بحفظ وفائه والوفاء منقبة عظيمة تلزم الإنسان بأن يكون وفيا حاضرا حين يستلزم الأمر حضوره وحين تتاح له الفرصة لرد الدين لمن له فضل عليه ولا خير ولا خير في ودمر متلون إذا الريح مالت مال حيث تميل فما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل وأعظم مثال للوفاء بالعهد هو وفاء الصديق رضي الله عنه بمساندته للنبي في دعوته حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه ما خل أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة وأوفى الأوفياء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان وفيا مع أصحابه ومع آدائه ومع من أحب ومن لم يحب فعن أبي رافع قال بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلب الإسلام فقلت يا رسول الله إني والله لا أرجع إليهم أبدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد ولكن ارجع فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع قال فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أنت فقالت أنا جثامة المزنية فقال بل أنت حسانة المزنية كيف أنتم كيف حالكم كيف كنتم بعدنا فقالت بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله فلما خرجت قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال فقال لقد كانت تأتينا زمن خديجة وإن حسن العهد من الإيمان وفي العهد ذو كرم وصدق شمائله السماحة والوفاء وكان المطعم بن عدي من الذين مزقوا صحيفة المقاطعة التي علقها كفار القريش في الكعبة ولم يسلم ومات كافرا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ له هذا الموقف وقال عندما رأى أسرى بدل أمامه لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء لتركتهم له وسأل عمر بن الخطاب عمر بن معدي كرب عن أشجعي وأخوفي وأحيل من لقيه في الجاهلية فقال عمر أما أحيل من لقيت في جاهليتي فقد خرجت مرة حتى انتهيت إلى حي فإذ أنا بفرس مشدود ورمح مركوز وإذ بصاحبه في وهدة يقضي حاجته فقلت خذ حذرك فأني قاتلك فقال ومن أنت فقلت عمر بن معدي كرب فقال يا أبا ثور ما أنصفتني أنت على ظهر فرسك وأنا على الأرض فأعطني عهدك ألا تقتلني حتى أركب فرسي فأعطيته عهدي فخرج من الموضع الذي كان فيه واحتب بحمائل سيفه وجلس فقلت وما هذا فقال ما أنا براكب فرسي ولا بمقاتلك فأنك اثت العهد فأنت أعلم بناكث العهد فتركته ومضيت فلا تعد عدة إلا وفيت بها واحذر خلاف مقال للذي تعد أبلغ أخانا تولى الله صحبته أني وإن كنت لا ألقاه ألقاه الله يعلم أني لست أذكره وكيف أذكره إذ لست أنساه في غزوة بدر تم أسر عديد من المشركين وكان بين هؤلاء الأسرى أبو العاص بن ربيع وهو زوج السيدة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت السيدة زينب قد فارقت زوجها لإصراره على طغيانه وكفره وعندما أسر أبو العاص قامت السيدة زينب بخلع عقدها وإرساله إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتفذي به زوجها وكان هذا العقد هدية من السيدة خديجة إلى ابنتها فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم عرفه وعرف أن ابنته وفية إلى زوجها فاستأذن الصحابة أن يفرجوا عن ابن العاص وأن يعيد العقد إلى زينب وضرب بالسموء للمثل في الوفاء لإسلام ابنه للقتل على أن يفرط في دروع أودعها أمانه وقد أكد الرواه أن امرأة القيس الملك الظليل لما كان مطاردا من ملوك الحيرة استودع السموء الدروعا كانت ملوك كندة يتوارثونها ملكا عن ملك فطلبها ملك الحيرة وألح في تطلابها فلما حجبت عنه سار إلى السموءل فلما دهم الجيش السموءل أغلق حصر الأبلق دون من دهمه ولكن المفاجأة العظيمة أن أحد أبناء السموءل كان خارج الحصن في الصيد فلما عاد أمسك به الجيش المحاصر وأصبح رهينة يساومون أباه عليه فخير السموءل وإن قتل ابنه أو دفع الدروع التي في حرزه فاختار الوفاء بالذمة وفي ذلك قال وفيت بأدره الكندي إني إذا ما خان أقوام وفيته وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال قال ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين فأخذنا كفار قريش قالوا إنكم تريدون محمدا فقلنا ما نريده ما نريد إلا المدينة فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر فقال إن صرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم بأخلاقي سأمضي للعلا دوما بأخلاقي أنا راقي بأخلاقي وإيماني أنا راقي هي الساقي أنا غصن وأخلاقي هي الساقي كم الباقي لإن ضيات وأخلاقي كم الباقي لإن ضيات وأخلاقي كم الباقي ترجمة نانسي قنقر